أنا قبل الشيخ علي طبعا عنده طبخ بس بنأخذ كل اللي عند الشيخ علي نروح يطبخ لنا جائعين والله كيف كان نبي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح لأنه هو أفضل منهج والمنهج اللي نبغي نمشي عليه الله أكبر صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع عند بابه أصوات متخاص مين نين متخاصمون إذا السماعة تشتغل يا شباب عشان والله أنا ما أسمع زين الصوت جائعين جميل أقول النبي صلى الله عليه وسلم صحة عنه أنه سمع عند بيته أصوات متخاصمين هم يتخاصمون يمشون يمشون إلا عند باب محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأصلاح وقائد مسيرة الأصلاح في العالم الذي يسطر بماء الذهب ولو هناك أغلى ماء الذهب لكتب ما سطره عليه الصلاة والسلام من الصلح والأصلاح وإذا بهذا يقول اللي متخاصم معه يقول خفف عني الدين هذا يطلبه دين وهذا يقول خفف عني ومتخاصمي يا أخي ما عندي خفف عني قال والله لا أفعل يقول والنبي السلام يسمع والله لا أفعل فتح النبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا المتألي على الله ألا يفعل يا إلهي أنت أنت تسير في كون يقوده رب العالمين الله أكبر هو الذي يسير هذا الكون ويسيرك ولكن انظر اختيار النبي عصد والسلام للعبارة يقول هل 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 يصعب على الله أن يفتح على قلبك فتعفو عنهان تقول والله ما أفعل خلاص قفلت الباب على قولتك تقول بعض الشيء بعض الناس يقفل ما يبي يسمع شيء لا قال فاستحى من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه وعفى عن هذا الرجل لا سألاء فعل وقبل شوية يحلف بعض الناس تجي ايه تجي تقول لا يا أخي سامح قال والله ما سامح والله ما سامح هذا ما فعل قال والله لا أفعل قال من هذا من المتألي عن الله اللي لا يفعل ثم فعل واستحى من النبي هذا منهج نبوي ربط تربطه بالله سبحانه وتعالى مباشر حتى يبدأ يهدأ ولذلك أخذ حتى الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن وسجن وضرب وجلد فلما خرج حملوه حمله وعمه وحملوا معه رجال بنقالة شارين بنقالة حجال ما هو أوشك على الهلاك خلاص في تلك الفتنة العظيمة فلما دخل إلى صلاة العشاء في نفس اليوم وإذا بالإمام يسمع الإمام يقرأ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال اللهم إني كظمت غيظي سنوات سجن وابتلأ قال اللهم إني كظمت غيظي طالعون فيه قال اللهم إني عفوت عنهم يا جماعة قال أما سمعتم قول الله هالله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كظم غيظة وعفى عنهم ثم أراد أن يأخذ الثالثة والله يحب المحسنين قال اللهم اغفر لي ولهم اللهم اجمعني وإياهم في الجنة حمد خاصة معك لا ولكن هذه السنة هذا هو المنهج النبوي أن تعفو يا أخي والله الذي لا إلى غيره أنك لم تصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإذاء من الإذاء ومن البلاء الذي وصل إليه ومع ذلك يلتمس الأعذار في غزوة أحد يا جماعة يحطوا لحفرة كمين ويسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتكسر رباعيته ويشج رأسه ويدخل الحديد في خديه ويشط حديه حتى أن الصحابة يقولون والله لا نعرف أنفه من عينه من شدة الدماء على وجه ثم جاء أبو بكر أول واحد يحاول يخرجه لكن ما كان يستطيع وجاء الثاني وجاء الثالث حتى جاء أبو عبيدة جزاه الله عن الإسلام خير يوم أنه يخرج محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الحفرة ثم بدأ أبو عبيدة يعض على الحديد بأسنانه حتى يخرجه من وجه النبي عليه الصلاة والسلام وما زال يعض على ذلك حتى تكسرت أسنان أبو عبيدة حديد ثم لما خلص الحبيب عليه الصلاة والسلام من هذا الحديد تهلل وجهه أرتاح الحديد طلع منه ثم رفع يديه قال الصحابة هلك أنتهى الموضوع قضية المسألة قال اللهم اغفر لي ولهم اللهم اغفر لي ولهم اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون الله أكبر الآن الآن شوف المنهج النبي حطوا لك كمين وحفر ودماء قال اللهم اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون ليش؟ لأنه يريد أن يسطر عفو وأعظم من هذا العفو الذي سجلوا التاريخ لم يسبق له ولن يأتي بعده في مكة إشارة وحدة دماء تسيل إلى الركب ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا كريم ابن أخي كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء قال تعال تعال أنت تذكر ذاك اليوم يوم تفعل أنت يوم تشتمني ذاك اليوم أنت يوم تكل أنت يوم تفعل أنت وحاسبهم واحد وحد حتى يا جماعة تأنيب الضمير تأنيب الضمير ما أعطاهم ترى تأنيب الضمير لا تذكرون يوم أني ضعي فيش سويته فيه لا 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 سطر غاص مباشرة مباشرة عفو وجاء أحدهم إلى علي رضي الله عنه مرضى قال أريد أن أدخل في الإسلام وأريد أن يعفو عني وأنا قد آذيته كثير وعلي رضي الله عنه يربط الأمور بالقرآن قال اذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وقل له مثل ما قال أخوة يوسف ليوسف قال ماذا أقول له قل تالله يا محمد لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئ فدخل النبع صلى الله عليه وسلم جالس قال تالله يا محمد لقد آثرك الله علينا وإن كنا من الخاطئ قل لخاطئ فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم جيتني بالقرآن جيتك بالقرآن وهكذا يجب أن يكون كل متخاصم اليوم يأخذ من منهجنا بعصد والسلام إذا جاك أحد بالطيب أو جاك أحد معتذر أو جاك أحد يبي يطلب مسامحة يا أخي اعفوا اعفوا لوجه الله تبارك وتعالى وزد على الطيب طيب قل أنت جيتني بالطيب وأنا أبزيد على هذا الطيب أكثر مما أنت جئت به ولكن إذا جاك أحد يبي يصلح ولا يبي يعني تتسامح ولا يبي تتصافة تقول لا أنا ما أقبل أغلق الأبواب وسكر جوالي والله يا جماعة الخير إني أعرف رجل عندنا في السجون وهذه من أعجب وغرائب وعجائب العفو والإصلحة يا جماعة واحد قتل واحد شاب شابين اختلفوا واحد منهم قتل آخر والله يا جماعة وأنا هذا يعني عندي أبد أمامي أول ما جاء الرجل وصارت المشكة ودقوا على أبوه قال اللي قتل ولدي وينه قالوا اللي قتل ولديك في السجن قال ما أتفاصل معكم بشي حتى تخرجونه من السجن أنت من جدك قال أبدا لا تسمعون مني حاجة حتى تخرجونه من السجن قال يعني السلطات رأت أنه تجاوب معها قالت خلص أخرجوا على رأي والدولة اللهم لك الحمد يا جماعة الخير متمثلة بالملك سلمان الله حفظه وللعهد قيادة الرشيدة تراهم يسعون في الإصلاح خاصة في قضايا القتل عندنا إلى أضيق الحدود والله يا جماعة أننا ننزل معهم في ساحة القصاص وأن الدولة تسعى في الإصلاح لعلهم يعفوه لعلهم يسامحوه الشاهد طلعوا الولد قال اللهم إني عفوت عنه لوجه الله قبل أن يجيني داب وجهه وداب ماله ومنعطيك وأعفو وسامح قال اللهم إني عفوت عنه لوجه الله الجماعة عندنا القيادات دموعه منزلت على خدوده وش صاير يا جماعة وش الموضوع قال أنا سنوات طويلة وأنا أسعى في الإصلاح وحدث الناس عن الإصلاح والعفو والتسامح والآن الله أراد أن يختبرني في ابني وأغلى ما أملك هل أعفو ولا أطلب الدراهم ولا أطلب أن أولدي راح وش لها أروح ولد الناس لي خلص ثم الشيطان دخل بينهم الشيطان هو الذي دخل بينهم لو هذا كان بكامل قواء العقلية بيقتل ولكن غضب وزال الأمر عنه قال أنا سنوات وأنا أحدث الناس عن الإصلاح واليوم الله أراد أن يختبرني وإن شاء الله أني أنجح في الامتحان والله يا جماعة أننا عفو عنه لوجه الله تبارك وتعالى ما في أحد من أهل الدم جاء كلمه أهل الدم جاء وقالوا يا أخي يا أخي أنت أغلقت جميع المساحات علينا ش نسوي لك أنت قتلتنا بعفوك قتلتنا بطيبك قتلتنا بصطر وكتب تنازل كامل ووقع عليه حتى أن بعض المسؤولين جاءوا قالوا ارتح شوي فكر شوي كنا قال يا جماعة أبدا متنازل لوجه اللي أريد ما عند الله والدار الآخر من عفو وأصلح فأجروا على الله الله أجزاك خير يا شيخ علي بارك فيك دكتور صالح في بعض العوائل أنا زرتهم مثل عاد